كنا اتكلمنا مع حضراتكم اليومين اللي فاتوا عن الموقف المحترم الجميل النبيل اللي حصل مع لجمنا مؤمن زكريا من فخر العرب محمد صلاح وطبعا دعوته لحضور مطش النهائي لكأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بين ليبربول وتشالسي وكمان استماح لمؤمن زكريا بانه يدخل غرفة ملابس اللعبين لعيب ليبربول طبعا وانه يحتفل معاهم بحصولهم على هذا الكاس وكلنا طبعا شفنا في فيديوهات بغراء الدنيا في وسائل التواصل الاجتماعي وفرحتنا كلنا عشان كده النادي الاهلي ارسل خطاب رسمي الى نادي ليبربول الانجليزي بيهنيه هو وجماهيره بالفوز بكأس الاتحاد الانجليزي وكمان بيقدم له عظيم الشكر والامتنان على هذه اللافتة الرائعة اللي قام بيها كل العيبة فريق ليبربول وطبعا على رأسهم ابننا وابن مصر محمد صلاح أثناء احتفالهم بالكأس مع نجم النادي الاهلي ومصر مؤمن زكريا وذكر في الخطاب ان تلك اللحظة التي لمست القلوب وعكست عراقة النادي الانجليزي وقيمة ابن مصر محمد صلاح الذي يفخر جميع المصريين بالمكان الرفيعة والنجاح الباهر الذي يحققه مع ناديه في كل البطولات ووجد النادي انه من الواجب ان يتقدم بالشكر لكل منظومة نادي ليبربول ادارة ومدربين وجماهير وطبعا خاص بالشكر النجم الكبير محمد صلاح وتمناله التوفيق وطبعا دي مشاعر مش بس النادي الاهلي وقائمين على النادي الاهلي وكل من هو منسوب للنادي الاهلي دي مشاعر المصريين كلهم ان ما كانتش مشاعر كل العرب لفتة طيبة جدا جدا وربنا يا جزي عليها على كل خير شواء الله